اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة مع سعادة السيدة شيم بي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاء ذلك في إطار مشاركة سعادته في أعمال المنتدى الصناعي والاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين منوها بأهمية تعزيز تلك العلاقات وبالأخص الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والتجارة والاستفادة منها مشيرا في السياق ذاته إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والذي يعد فرصة استثمارية كبيرة لتعزيز التجارة الدولية وزيادة التنمية الاقتصادية للبلدين من جانبها نوهت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية بحرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين ودعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر